هلا أخوتي تشوف ما تديوها شفية في هاد الطول اللي من هنا يودك شي موهم حنا البلوز أمبرطان هو نوصل للمعلومة اللي بغيت نقول لكم هو أن نبتسم ديال الفيديو اللي فاتوا اللي علجنا فيها مشكلة اللي الكليبة اللي ما كيوقفوا لومشي وبنوم فغادي تكون قريبا إن شاء الله جست خسني نضبط شي مسائل تكنيك باش كيف كاد عارفون أعطيكم المعلومة الصحيحة أما الحاجة الثانية اللي دائما كتكون مجوج الحاجة اللي هما كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديو واتلي كنحطوه في القناة ديالنا اللي هي مهدياء اكس على اللي كومنتر ديالكم على اللي جيم ديالكم على الدراري اللي كونتاكتوني وسمحوا لي كيف ما قلتكم إلا تعطلت عليكم شوية الأجوبة جسد الخدمة الصافية أما الحاجة الثانية فالدراري اللي أول مرة غادي يلتحقوا بينا طبيعة الحال مكانان هاشيته هما ينضموا العائلة يتابونوا فلاشعين المهدياء اكس يأكتفوا داك الجارة الصغير يخليونا أنجيم أن كومنتر ومرحبا بالجامع بلاسي بلاسي هده 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 وش ملاحظتوا شي حاجة ما بلكم ولو احشو ما قلوا لنا غاب صح لوكو جديد الفيديو ديال اليوم غادي نعالجو فيه واحد المشكلة لي بزاف دلناس كي طيحوا فيها وكان لحظة كتتعاود بزاف فلي جروب وفلي غيزو سوسيو كلبي عمدو مشكل فلان فلاني شنو غا نعمل له بطبيعة الحال هنا الانسان كي يعرف بأن الكلب دياله طايح في مشكل والأغلبية دل المشاكل هما المرط ولكن واش فري ان كلبك طايح في مشكل او لا لا علاش لانا كنشوف بزاف دلناس كي يقول لك كلبي جاهل اسهل شنو نعمل له كلبي كيتقيا شنو غا نعمل له هنا غمغي نقول لكم بانا واش ديك القيب وديك الاسهل ناتيج عن مرط او لا ناتيج عن واحد حاجة عطيتي هلو انتا او اللي عملتي هلو انتا ومعرفتي شي بانا غادي تسبب له مشكل نعطيكم مثال باش نتفهمو الضايا بزاف دلناس كي يقول لك كلبي جاهل اسهل شنو غا نعمل له اوكي جاهل اسهل والجاهل اسهل لانا وقع في مشكل اللي هو المرط او لمثلا انت عطيته الحليب فاوتوماسيك مو الى عطيته الحليب اللي كي يحتوي على الاكتوز فتسنى ان كلبك ردي جاهل اسهل دونك هنا كيكون المشكل ماجي من جوج طرق مختلفة سواء عن جهل المربي يعني ما كيكونش يعارف بانا هاد الحاجة كتسبب هاد الحاجة تاني حاجة يقدر يكون فري انهو ماجي من مشكل دونك تفهمنا اليوم غا نحضر بالضبط على العلامات اللي غا يعملها الكلب ديالك واللي غا يتأكد لك انهو مريض داكوخ غي هو هاد الحاجة هاده خصت تكون كتعاود نخدو ميتاد القي مسلا القي سيني على ان الكلب مريض ولكن سيني على ان الكلب مريض إلي عمله بزرد نوبة يعني تقيجوش لازا اربعة خمسة نوبة اما الى تقيام نوبة واحدة فهو ماشي بالطرورة يكون سيني على ان الكلب مريض داكوخ فهمنا دونك العلامات اللي غادي نهضرعيهم في هذا الفيديو خصوم يكونوا اما كيتعاودوا اما كيكونوا دي سيني يبيني دونك باش ما نطول شاليكم اندخلوا في الموضوع ديركت اول سيني اللي غا يعملوا بيها اول علامة اللي هو القي دونك اللي غا يتعاود سيني على ان الكلب مريض لان الكلب يمكن يتقييط بسهولة لماذا؟ لان اذا كنت مع ايده فيها شيء او لو كنت مع ايده فيها شيء او لو كنت مع ايده فيها شيء او شيء او شيء فهو يرجع ذلك شيء بسهولة حيث مع ايده تسهل عليها انه يتقييط ولكن الى تعودت الحاجة بزرد نوبة كيفية تقييط ثلاثة اربعة خمسة نوبة في النهار دون دو جوغ تخوى جوغ سكساسيف دليل على ان الكلب ديالك مريض مرت يمكن يكون ماجي بزرد الحاجات التهاف المعيدة التهاف المسارن مشاكل فيروسية في الجهاز الهادمي ديالو دونك بزرد السينيه يمكن يدلو على ان الكلب ديالك مريض دونك اول حاجة اللي خصك تعملها الى تعود عليه القي خصك تشوف كلبك واش كي يحافظ على نسبة الماء اللي كي شرق سافجير غوثو موضو اولا مهم شي حاجة ان الكلب وخي تقييط مخصوش يوقف على شرب الماء يعني لو قف على شرب الماء غادي تكون القضية حمضة دونك هنا سوف ندوزه اوتوماتيكمو للعلاج العلاج هو الفيترينير انا جسوي ان نعطيك الدواء تسيرتو شي حاجة الى كانت انداخل لان الكلب الى تقايا معناه ان المشكل كي ينداخل يمكن تقول لي فيه الجربة او لكي حك او لا شي حاجة نقدر نعطيك او لا شي حاجة اللي غادي تساعدو دغيا ولكن الى كان الكلب كي تقايا او لا اسهل او لا شي حاجة فالهكذا دليل على ان الكلب مريض من داخل تفاهمنا دا بغان دوزو اللوسينية رقم جوج او للعلامة التانية كيف قلنا اللوسينية رقم جوج من بعد القي هو الاسهل دونك الاسهل الى كان يتعاود من الكلب ديالك وبطبيعة هال كيف قولكم ما يكون شي ماجي من شي خاطأ عملتيه انتا في حال الى عطيتين كلبك الحليب دونك ستكدعرف بان النظام الغدائي ديالكلب ديالك هو هادك اللو بلواني منطق دياله مية في مية صحيح وجه الاسهل هيك الاسهل كيمكن يدول على بزاغ الامراض اللي منها امراض جهاز الهاضمي التهاب ديال الامعاء او لا امراض الكابيد هادو كامل كيسبهو في الاسهل فاللاحتي ان الكلب كيعمل لي بزوان دياله ثلاثة واربعة وخمسة دياله مية صحيحة عرف بان الكلب ديالك مريض وهاتش هذا كيستدعي تدخل ديالك فيترينير لان المشكل كي ينداخل رهما شي سمكة الاسهل ما كيسوي شي سمكة دائما اللي فهمني فهمني ولي ما فهمني شي نشرح له من بعد لان العالم اللي اللي قاية العلمات التانية الاسهل ومعلمات كي دلل لان الكلب مريض لان الرياكسون ستكون ايرجنت دغية لان تفاهمنا دوزو العلمة ثالثة العلم اللي غنا نهضره لها دابا هو السعال وضيق التنفس يا الكلب حتى هو كيسعول في حال وحب ندم حتى هو كي ضيق في التنفس لان كيف تشوف الكلب ديالك كيسعول ولان عنده مشكلة التنفس اول حاجة اللي خسك تعمله هو تراقبلو اللون دلياله يعني التقوم ديالون داخل. نورمال مو إلا جبارته وردي يعني غوز ما كينتاشي مشكل. أما إلا جبارته ذاكي تحول للون زرق فهذا مشكل هزل كلب جيالك وتربه ديركتمو عند فيترينر بلا ما تقض تفكر بلا ما تبوستي في فيسبوك أو في مواقع تتواصل الاجتماعي هل كلب جيالي شنو عنده هزو وجريبي عند الفيترينر. دونك السعى الأولى ضيق في التنفس هو دليل على مجموعة من الأمراض اللي يمكن مشكل في القصبة الهوائية مشكل في الصدر أو لا في البوم من ديال الكلب أو لا يمكن مشكل يكون كين حتى في القلب أو لا بشرايين اللي متعلقة بالقلب. عادة ان جنرال الكلب كيتنفس ما بين 15 و 20 مرة في الدقيقة. دونك إلا لحتي أن كيم مشكل في تنفس دياله سواء التنفس دياله عالي أو البطئ عرف بأن الكلب كين في مشكل. دونك هادي علامة على أن الكلب ديالك أمرت. دونك الحل هو الفيترينر. تفاهمنا. هم دزول العلامة أخرى. الوسين اللي غان هدرو عليه دابا هو تخيز مهم بزف. شن هو هو تغير شاهية. يعني كن هدرو على المكلة والماء. نبدو بالماء. إلا كان كلبك ما كيشربش المال كافي. عرف بأن الكلب كين في مشكل. وإلا كان كلبك كيشرب بزف كتر من القياس. عرف بأن كلبك كين في مشكل. علاش. هنكملون عرفوا علاش. غادي نهو دوزو دابا للماكلة. دونك كلبك إلا كان كيكل كتر من ذاك شي اللي كدعطيه فهو في مشكل. وبطبيعة الحل إلا كان كيكل أقل من ذاك شي اللي خصو يكل فهو في مشكل. وياكين نحن في الماكلة الأغلبية كنطيحو في المشكل ديال الماكلة. شن اللي كي تردسب عليها أول حاجة ولي باينك. هتلاحظوا بأن الكليب ديالكم كيف قد الوزن بواحد سرعة. يعني الكلب يومين تلتين إلى ما كلاشي كي بنفه. وهذا دليل على لأن كلبك يكون مراتهم بين الأمراض اللي كي سبب تغير ديال الشهية. هو الإجهاد الحالة الحمى أو الضربة برد اللي كن قولوه للزوكم أو للروح. هادو من المشاكل اللي الكلب كيقدر يتعايش معهم ويقدر يتغلب عليهم بسهولة. ولكن إلا الأمر طول فيقدر الله يحفظ يكون خاطر وكقدر يكون عبارة عن سرطان فاشل كلاوي أو لمشكل في الكابيد. وهادو حاجات اللي يقدروا يؤديو بالموت ديال الكلب وبطبيعة الحال باش ما نخسرواش هي الصديق الوافية ديالنا خسنا ضروري ان كونتاكتو ان في تارينر. ضون خالة في الماء والمكلا كي دول لأن الكلب مرات. ندوزو نعلمة أخرى. الخومول. عشتو شنو الخومول هو أن الكلب غالس واحد القنت ماكي هدار ماكي ينطق. عايت تلو ماكي بغيش يجي عدد بايت عايت تهريكون. ماكي بغيش يجي كتسيب لجوة ديالو او لالكورة ماكي نطي موراها الكلب كاو التكنيك اللي كنقول. داكور. هذا دليل لأن الكلب مرات. يقدر يكون المرات مشاكل في القلب. مشاكل في الكابيد. داء السكاري حتى هو كي يعمل هكدر. هكين دراس معروف اللي كي يجيوم داء السكاري. ويمكن يكون علامة على البارفوفيروس. الكوشماغ او الكابوس. الناس اللي كربيو كلب. شوف. غادي نعطيكم ثلاثة الحاجات. إلا بانوا في الكلب ديالك. وزو الفيترينير بلا ماكي تساقسي في الفيسبوك. داكور. ماكي ياكل شي. ماكي يلعب شي. الاسهال او لالقي. إلا بانوا هات ثلاثة العلامات. ماحتاج شي تقاتساقسي في الفيسبوك. راب ندم ما غادي في دكشي. أناك نقول لك شنو كاي نرشي. وخا نعطيك دواز البارفوف. اراه لاي دواز ما غا تقدرش يتحكم فيهم. الله يجازي لكم باخر. اراه. غيكا دعطي لكلب ديالك يموت. نقول لك واضح. هوس كلبك ودعنا للفيترينير باش يعمل لك أنت ستبارفو باش يعرف الدوائت اللي غاية تلك. باش يعرف اللي يدوز اللي خسر كيم بزاف الحاجات. وماشي يقع الكلب كي تدوى بنفس الدواء. صافي. نحنا منكي جينا مرة الانسان. او منكي جينا الحلاقة. مره ماشي كهان منكي ندوى بنفس الدواء. سفري كنتدوى بنفس طريقة ما ماشي بنفس الدواء. تفاهمنا. ندوزون سينية اخر. السيالان ديال اللعاب بشكل مفرق. او للكلب حشاكم كيه بطلوا البزاق من دقموه بزاف. فهذا دليل لنا ان الكلب مريض. وبطبيعة الحال اغلبية الكلاب يتقاسو في الكابد وفي القلب ديالهم. هادو دوز اوغان كي يتقاس فيهم الكلب بزاف. فليهذا الاشتي الكلب ديالك كي لعبه بطلو بزاف من دقموه. وخاصة كي يرافقوا شي سينية اخر. بحال السعال او لرخومول او لشي حاجة بحال هكذا. فهذا دليل على ان الكلب ديالك مريض. فضروري انك دهزو ويشوفو الفيترينر باش مدفقد شدك الصادق ديالك. خفا زربا الحمرار ديال العين او لا مشكل ديال الدموع. دونك بزاف الكليبات كي يحمروهم معين بزاف. وكتلاحظو كي يلعماش او لا طفوة الدموع. فهذا كيدل على ان الكلب عندو مشاكل في العين دياله. غدي نقول لكم تلات مونت ناقلو عينو بمدى الصفراء. ما بقوش ندخلو فهاد العجب هادا حسن نطيحو في المشكل كونتاكتوني نحاولو اننا نشوفو شي حال انسامبل. سينو اخوتي دايه ما نقول لكم وكان قول لكم من القلب اللي كي يقولو. اراه الفيترينر هو احسن حال اقسمو لكم يمينا. كيمكن نعونو بعض نفس مشاكل بسيطة اما واد بفحل هاد المشكلة للعين يقدر يكون مشكل في العين يقدر يكون مشكل في الشبكة للعين يقدر يكون مشكل في البؤد العين. احنا ميغان عارفو هادش. داكو. نحنا كنحاولو اننا نحاولو نجبرو الحل. سينو انا ما جبارنا هشي را ما يكذب عليك الكتدب. لا تشبه هاد ما يقدر يعتك حل. خص الفيترينر او للطبيب المخصص هو اللي غدي اندوزو دا ما الاخر السيني اللي هو العاشر الى مكلب. تغيرت البولية او المشكل في البولية الكلب ديالكم حشاكم. دونك الى لحتو الكلب عمل جو حويش. اما كان ديجاد غيسع لانه كيبور برا. وجبارته هبالو دو واحد دولة خوافو فضر يعني في موضوع اللي كي نعز فيها او لا كيعيش فيها عرف بان يقدر كي المشكل. او لا الى كنتو كتخرجوا لحتو بان البول ديالو تغير لون ديالو الاغلبية كيكون سفار بزاف. وكيكون دو واحد فيها يعني زايدة على المعتد. فهدا دليل على ان الكلب جيالكم يقدر يكون مرات بالسكر يقدر يكون مرات بالكابيد يقدر يكون مرات بالكيلي او لا يقدر عندو مشكل حساد الغدة. هادو بزاف الامراض اللي بخفوك يكونوا صعابين على الكلب. فانا اعطيسكم ديسيني هنائم اللي كيبينو ان كلكم امرات. طبيعة الحال اصحاب الخصيصة اللي هو ما الفيترينر هو اللي يقدر يقول لك كلبك باش مرات. حول انني اعطيكم خلاصة او لغوص موضو دهد العلامات هادو باش يلطحتوا في المشكل بلا ما تقدسك سيفسيولي غيزو سوسيو. ديكليب ديالك عند الفيترينر. وغادي نقول للكم وزا عمام كانت تأسف. بزاف درادة كونتاكتوني على واحد المشكل يقول الكلب ديالي فلاني في هادي ولا في هادي ولا في هادي. نقول له شوف بلا ما تسناهوز كلبك عند الفيترينر. بوغ دا غازون الله يحسن لهو الغيب حجتم معه. اقسمو لكم يامينا الى كينين دريري كونتاكتوني دو تخواشو عبخي يقول لي الكلب مات. نقول له الله يصبرك رماء ما كانش حل. بس كو مات. يمكن كان حل قبل على ان الكلب كنت تقدر تصوفه. ما بطبيعة الحال بهذاك اللغوطاخ. كيوقع الكلف مشكي. دونك من هنا. نقول لكم شكرا على المتابعة ديالكم. على الدرالي اللي كتفرجوا ليفيديو تالاخر. نتمنى نكونوا كاملي. استفدنا من الفيديو. خليك لكم راحة. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة